انتقد أربعة من أعضاء مجلس النوا بيان أصدره المجلس باسم مصدر مسؤول في البرلمان ونشرته وكالة سبع الحكومية هاجم تصريحات عبدالعزيز جباري المسيئة لدول التحالف وقالوا أن البرلمان تجهل قضايا كبرى حدثت في البلاد بالرغم من مطالبات أعضائه لاتخاذ مواقف إزاءها ولعل أخيرها ما يحدث في جزيرة سقطرة في إشارة منهم لفشل تحركات إخوانية سابقة لإصدار بيان على الأحداث التي شهدتها جزيرة سقطرة ضد التحالف وهو الطلب الذي رفضته أغلبية الأعضاء وقال اللواب صخرة الوجي وعلي المعمري وعبد الكريم الأسلمي وعلي عشال لأن تصريحات نائب رئيس المجلس عبدالعزيز جباري الأخيرة لقناة الجزيرة القطرية أعلنت ما تقوله مؤسسة الحكومة الشرعية في كل الغرف المغلقة في الرياض